أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم سياسي وديبلوماسي فلسطيني مخضرم. أحد أبرز قيادات حركة فتح. ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وتولى رئاسة مؤسسة عرفات منذ تأسيسها. كما تولى رئاسة البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة في ثمانيات القرن الماضي. إذ قاد حملة ديبلوماسية شرسة في أروقة المنظمة الدولية. ضد الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية. كما تولى حقيبة الخارجية خلال الفترة من 2003 إلى 2005. أسأل الدكتور ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الخارجية الفلسطيني السابق. إن كان الرفض الفلسطيني لما يعرف بصفقة القرن يشكل ضياع فرصة أخرى في مسلسل الفرص الضائعة. وما هي الخيارات أمام الطرف الفلسطيني في ظل المشهد الحالي فلسطينيا إقليميا ودوليا. دكتور ناصر القدوة أهلا وسهلا بحضرتك مجددا على شاشة بي بي سي في بلا قيود. شكرا. إن كان لحضرتك معرفة بأن صفقة القرن بالفعل تم تأجيلها لأن هذا الحديث يجري تداوله في هذه الأثناء. لماذا هذا التأجيل ولماذا بالأساس لا أرى اسم السلطة الفلسطينية صانعة للقرار في قضية صفقة القرن؟ أولا الحقيقة أنا لست مع استخدام تعبير صفقة القرن. لأنه لا يوجد حقيقة خطة سلام أمريكية. ولا يوجد حتى تسوية مقترحة من قبل الإدارة الأمريكية. نهيك على أن ربط هذا الموضوع بإنجاز لعموم القرن هذا أيضا أمر غير موضوعي. ما يجري هو في حقيقة الأمر محاولة أمريكية لإنكار الوجود الوطني الفلسطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية. وتمكين الجانب الإسرائيلي من التوسع. محاولة لشرعنات المستعمرات وشرعنات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. وهناك الكثير من الدلائل على ذلك. وبالتالي لا يوجد ما يمكن التعامل معه حقيقة في السياسة الأمريكية. إذا استعرضنا الإجراءات التي قامت بها هذه الإدارة. تبدأ من إنكار حل الدولتين. إلى إنكار الموقف التقليدي ضد المستعمرات. إلى إنكار المركز القانوني للأرض الفلسطينية. باعتبارها أرض محتلة. إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ونقل السفارة إلى القدس إلى حل القنصلية الأمريكية بعد 138 سنة من الوجود. إلى حجب التمويل على الأنروة. إلى حجب التمويل على السلطة الفلسطينية. أولا أنا أشكر حضرتك أنك عددت هذه الجوانب لدكتور ناصر. لأن هذا يعني أن الإدارة الأمريكية الحالية أقدمت على أكثر من عشر خطوات. في أقل من أربع سنوات. كلها خطوات عملية. وهذا ما يجعلني أسأل. هل السلطة الفلسطينية لم يعد لها وجود في عين إدارة ترامب؟ أنا لست متأكد من هذا في حقيقة الأمر. أنا أعتقد أن أفضلية إدارة ترامب هو خضوع أو إخضاع السلطة الفلسطينية. لكي تتعاون معها في المخطط الأمريكي القادم. وهذا الحقيقة لا يحدث. لم يحدث ولن يحدث إن شاء الله مستقبلا. لكن هناك سياسة واضحة وثابتة لهذه الإدارة. ومن هنا يأتي الموقف الفلسطيني ضد الخطة القادمة أو الخطة المتوقعة. لأنها لن تختلف عن هذه السياسة العامة الثابتة. اسمحني أن أقل لحضرتك وجهات النظر المنتقدة للسلطة الفلسطينية بهذا الإطار. حتى وإن كان ثابت على موقف واحد. بخصوص ما يسمى بصفقة القرن. المسؤولون الفلسطينيون تحدثوا قبل أشهر قليلة. على أنه لا يوجد جيب لإسرائيل في العالم العربي كما يسمى. لأن القضية الفلسطينية قضية راسخة. وبالتالي لن يوجد لها حلفاء. اليوم نرى التطبيع علني بين الدول العربية وبين إسرائيل. نرى ما يسمى بصفقة القرن ينفذ على الأقل في الشيق الاقتصادي منه. هناك محاولة كما ذكر الدكتورة حنان عشاوي أكثر من مرة. لتفكيك القضية الفلسطينية إلى عناصرها الأولية والتعامل مع هذه العناصر. هل الحديث عن أن السلطة الفلسطينية موقفها ثابت. يعني يمثل حالة من إنكار الأمر الواقع. والصفقة ماضية قدما بصرف النظر عن ثبات أو عدم ثبات السلطة. لا يوجد صفقة. الصفقة أو الخطة الأمريكية القادمة تتطلب تعاون فلسطيني وتطلب دعم عربي. وهذا لا يحدث ولن يحدث إن شاء الله كما ذكرت لك. لكن السياسة الأمريكية والإجراءات الأمريكية والخطوات الأمريكية. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة تحدث. وعلينا مقاومتها. وإن شاء الله نستطيع أن نغيرها مستقبلا. لأن هذه الإدارة لن تبقى إلى الأبد. أما بالنسبة للموقف العربي. أنا لا أعتقد إطلاقا أن هناك أي دولة عربية توافق على هذه الخطوات الأمريكية. ومستعدة لكي تتعاون معها ولكي تتبناها. قصة المؤتمر أو ورشة المنامة. هذه حقيقة قصة أخرى. لأنه بالرغم أننا متعلمين فعلا من مجرد إنعقاد هذه الورشة. ولا نستطيع الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يفهم لماذا وكيف تأخذ هذه الخطوة. لكن ما زلنا لسنا متأكدين من كيفية إنعقاد هذه الورشة. مستوى التمثيل العربي. تمثيل الجانب الآخر. ما الذي سوف يحدث. أنا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك نتائج ملموسة محددة وإيجابية لهذه الورشة. هذه زي اللي عنده حفلة عروس. والعروسة غايبة. لكن على الأقل إذا كنت حضرتك تنتظر أن تنعقد الورشة ويرى من سيشارك فيها. وإذا كان هناك تمثيل للطرف الآخر. هذا يعني أيضا انتظار الأمر الواقع ليقع. بعدين نتحدث عن كيف يمكننا التعامل معه. يعني مثلا بعد تصريحات سفير الأمريكي ديفيد فريدمين في إسرائيل. وحديثه عن ما يسمى بصفقة القرن. هو قال مثلا أن من حق إسرائيل ضم أجزاء في الضفة الغربية. والخطوات تتخذ بشأن هذا الكلام. والحديث عن حل الدولة الوحيدة بالفعل يجري الحديث عنه. على الرغم أن ربما الإدارة الأمريكية بالنسبة لها ليس هو الحل الأمثل. إذن الخطوات ماضية وانتظار الأمر الواقع. ضرب من التسليم به في الواقع. أنا لم أقل أبدا أننا ننتظر ولا نفعل شيء بدون موقف. حتى يتم رؤية ما يجري في ورشة البحرين. نحن لدينا موقف واضح. ونحن ضد انعقاد هذه الورشة. ولن يشارك فيها أي جهة فلسطينية ذات وزن. ونحن أيضا طلبنا الأشقاء العرب والدول الصديقة بعدم المشاركة. وهناك بالفعل دول استجابت وأعلنت عن مقاطعتها لهذه الورشة. في كل الأحوال لن يكون هناك نتائج حقيقية. نتائج محددة وكبيرة وهامة تخرج من هذه الورشة. إنما فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية العربية. فيما يتعلق بالموقف العربي. مهم أن نرى ما الذي سوف يكون عليه الأمر في النهاية. عندما تعقد الورشة بالفعل. ما هو مستوى التمثيل. ما هي الخطوات. ما هي المواقف التي سوف يتم التعبير عنها. لكن في كل الأحوال لن يقتب لا نجع. إذا كان المرجو منها خيرا. أو على الأقل هناك انتظار لما سيجري فيها ومستوى التمثيل. لماذا لا نرى جانبا فلسطينيا ممثلا لورشة البحرين؟ لا يوجد أي خير متوقع من هذا العمل. لأنه كما ذكرت هناك سياسة أمريكية ثابتة وواضحة. تنتهك المواقف الأمريكية السابقة. تنتهك القانون الدولي. تنكر الحقوق الوطنية الفلسطينية. وتقوض التوافق الدولي على الأسس المتعرف عليها. الأسس الثابتة للحل السياسي. هؤلاء الناس يحاولون يساعدوا الجانب الإسرائيلي. لكي يستمر في التوسع. ويحاولوا شرعنة المستعمرات والإجراءات الإسرائيلية في قرس. وماذا تفعل الدول العربية المشاركة في ورشة المنامة يا دكتور ناصر؟ حضرتك قلت أنه ينبغي انتظار لنرى مستوى التمثيل في ورشة المنامة للطرف الآخر. وما الذي ستصفر عنه هذا المنطقة؟ لماذا لا تحضره السلطة الفلسطينية لتكون فاعلا فيه بدلا أن تكون مفعول به؟ فقط من زاوية العلاقة الفلسطينية العربية ومن زاوية فهم الموقف العربي بشكله النهائي. ليس من زاوية ما الذي سوف يجري عمليا في ورشة البحرين. وكما ذكرت لك نحن على ثقة أنه لن يكون هناك أي دولة عربية توافق على الخطوات السياسية. والخطوات ذاتها حتى البعد القانوني التي اتخذتها الإدارة الأمريكية. الواقع أن البعض يقرأ في ربما تخوف الأردن كما ينقل أو يشاع من قضية نقل الوصايا على الأراضي المقدسة في فلسطين إلى دولة أخرى. يقال الناس السعودية إلى جانب ما جرى في تيران وصنفير. هناك كثير من المؤشرات التي يشار إليها بالبنان أنها خطوات بالفعل تم اتخاذها. وأن تفكيك القضية الفلسطينية جاري. وإذا أخفقت الإدارة الأمريكية في أن تقنع طرفا ما فالحل ما يسمى الحل الاقتصادي موجود. ظاهره حل الاقتصادي باطنه شراء للذمم. هذا لن يحدث. لن يمر بسبب الموقف الفلسطيني. وأيضا بسبب موقف معظم الإخوة العرب. في كل الأحوال خليني أقول ما يلي. بعض المواقف العربية التي تبدو مترددة والتي تبدو ربما متوافقة قليلا مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا تقوم على أساس فهم للصراع العربي الإسرائيلي أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إنما تقوم على أساس تلك المعادلة الغريبة التي سوقتها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بمركزية الخطر الإيراني. واستعداد الولايات المتحدة للدفاع عن هذه الدول. ونحن بينما نتفاهم الحقيقة قلق هذه الدول العربية. وبالذات في منطقة الخليج. نتفاهم قلقها باتجاه بعض السياسات والمواقف الإيرانية. لكن بطبيعة الحال نحن لا نوافق على مركزية الخطر الإيراني. نحن معهم في مواجهة أي سياسات خاطئة من قبل إيران. ولا نوافق أيضا على تفويض الأمن القومي العربي لأي جهة أجنبية. لا يمكن أن يكون هناك دفاع حقيقي عن الأمن القومي العربي. إلا من قبل العرب أنفسهم. إذن هناك قصة هناك إشكالية قائمة. علينا أن نتعامل معها بشكل جدي. وعلينا أن نذهب إلى إحوار حقيقي مع هؤلاء الإخوة. لكن بالنهاية جميع الإخوة العرب لن يكونوا مفرطين في الناحية السياسية. في الحقوق الوطنية الفلسطينية. في القدس وفي الأسس التي تقوم عليها القضية الفلسطينية. أنا سأتوقف عن الضغط الحصول على إجابة فيما يتعلق بالتمثيل الفلسطيني في ورشة المنامة. وإذا كانت هذه هي الرؤية المتأملة خيرا في الدول الحضور. فلماذا لا يكون هناك حضور فلسطيني؟ وأذهب بحضرتك إلى نقطة عملية. حضرتك اقترحتها بذاتك. قلت أنه لن نتفاوض على إقامة الدولة الفلسطينية. فهي قائمة. ويجب إعادة صياغة مؤسسات المنظمة. قبل أن نتحول إلى المؤسسات. وما قيل أن أزمة لحضرتك فيما يتعلق بالمأساسة الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية التي لا تراها أولوية لأنها قائمة بالفعل. يرى في ذلك إما الكثير من المثالية أو الفصام الفكري عن الأمر الواقع. لأن الدولة الفلسطينية تتآكل من وجهة نظر المراقبين. مراقبين كثيرين في الواقع. وهناك كما ذكرنا فرض لواقع ما. إذا لم يكن هناك خطوات عملية. وحضرتك كنت على هذه الشاشة قبل سنوات. وسألتك سؤال عن وقوف الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة. قائلا أنه سينسحب من اتفاقية أسلو إذا لم تلتزم بها إسرائيل. وقلت لي أن هناك خطوات منتظرة أمام المراقبين الدوليين والجهات القانونية الدولية لتفعيل هذا الأمر. بصراحة أنا لم أرى لذلك أثرا أبدا. طيب. طبعا حضرتك طرحت العديد من الأسئلة والعديد من النقاط. وليس فقط نقطة واحدة. دعيني أبدأ بمسألة دولة فلسطين القائمة. أولا حل الدولتين يجب عدم النظر إليه كمعادلة سياسية للتسوية. حل الدولتين هو فكرة التقسيم. تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين. إسرائيل قامت على هذا الأساس. وشرعية إسرائيل أيضا مرتبطة بهذا. وبالتالي وجود دولة فلسطين مسألة لا نقاشة فيها. لأنه في حق طبيعي. وأنه في حق تاريخي. ولأنه في قرار تقسيم. ولأنه في اعتراف من أغلبي الدول العالم بهذا. وهذا الأمر غير خاضر للتفاوض. صحيح أنها تحت الاحتلال. صحيح أنها تتعرض للاستعمار الاستيطاني. لكن هذا دورنا في الدفاع عنها. إنما وجود الدولة ليس أمر للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي. ما يمكن أن يكون موضوع التفاوض. هو العلاقة بين الدولتين. هو الحدود النهائية بين الدولتين. والعديد من المسائل التنفيذية الأخرى. وهذه مسألة مهمة جدا وأعتقد أنه لها طبعا تأثيراتها على البرامج العملية. وعلى السياسات التي يمكن اتباعها فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني. أما ما يمكن عمله فلسطينيا. ففلسطينيا يمكن عمل الكثير. أنت أشارتي أيضا إلى حديث لي حول ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا يبقى أيضا صحيح. لابد من استعادة الوحدة الفلسطينية بين قطاع غزة. لابد من استعادة قطاع غزة ضمن النظام السياسي الفلسطيني. لابد من رؤى سياسية جديدة. عملية وواقعية يمكن لنا من خلالها أن نحقق درجة أعلى من الصمود. وأن نفشل كل المخططات الأمريكية إلى آخرية. بالمناسبة نحن لسنا سعداء بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أي دولة كبرى أخرى. نحن ندافع عن الوجود الوطني الفلسطيني. وعن الحقوق الوطنية الفلسطينية. هذه الإدارة بكل أسف لم تتح أي إمكانية للتفاهم. للتفاهم لأن مجمل ما تقوم به كما ذكرت لك مرارا قبل ذلك. هو إنكار للوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية. وتمكين الجانب الإسرائيلي من المضي قدما في مقططاته. بما قوبلت مقترحات حضرتك العملية في وضع إطار خطة من عشر نقاط. أو نقاط عملية للتنفيذ في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. ألم تقابل كما قيل. وأيضا سأصدقك القول قيل أنه بسبب الحلقة التي أجريت مع حضرتك. التي أجريتها مع حضرتك قبل عدة سنوات. وتحقيق الوال ستريت جورنل ربما في نهاية 2010. والإشارة إلى أن حضرتك قد تكون خلف أو مشروع بديل لمشروع الرئيس عباس. قُبلت بالاتهاد. وهذا يعكس واحد الاستئثار بالسلطة داخل المنظمة. واثنين فساد شديد في المنظمة كما يشير إليها منتقدوها. يعني أنت ضرتيني يعني يا ست رشا على كل حال. المسألة حتما مش هيك. المسألة أولا لا يوجد فراغ في قيد السلطة الفلسطينية. حتى نبدأ في البحث عن خلفاء أو عن بدائل. والمسألة أيضا مش متعلقة بفرد زي مثلا أنه يطرح برنامج سياسي وكأنه حزب. أنا طرحت أفكار لتعزيز النقاش. ولتوسيع هذا النقاش على أمل التوصل إلى البرنامج الذي أشرت إليه أنت. نحن في مواجهة الكثير من الصعوبات لا أحد ينكر ذلك. ونحن لدينا أيضا بعض الأخطاء لا أحد ينكر ذلك. لكن الحل هو في مزيد من التماسك وفي مزيد من الوحدة وفي مزيد من الحوار. وفي مزيد من العمل الجدي من أجل التوافق على رؤى تحظى بدعم واسع جدا من قبل الشعب الفلسطيني ومن قبل الإقوان. ولماذا إذن حضرتك استقلت من مركزية فتح؟ ولماذا عدت عن الاستقالة؟ لأن أشد الانتقادات التي وجهت لحضرتك من داخل الصف الفلسطيني في الواقع. قد يرى في ذلك نقدا ذاتيا. حضرتك عدت إليه. اعذرني في بيت الطاعة سياسيا. وهذا أضرك أكثر مما نفعك؟ أنا استقلت لسبب محدد جدا. وكتبت الحقيقة. ما كانش سري. أنا استقلت بسبب ما جرى في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الفلسطيني. والنتائج التي تمخضت عن هذا الاجتماع. وبالتالي احتجاجا على ذلك. واحتجاجا على بعض الأشياء الأخرى التي سبقت هذا الاجتماع. وتمسكت بهذا الاستقالة لفترة زمنية. لكن كان هناك ردود فعل إيجابية جدا من زملائي في اللجنة المركزية. ومن الرئيس. وكان هناك محاولات للإقناع. ونعم أنا أعترف وأقر أنني تراجعت عن هذه الاستقالة. وقد يرى الكثيرين هذا باعتباره خطوة ليست جيدة من حقهم أن يقيموا هذا. لكن أنا لم أتنازل لم أتخلى عن المواقف الأساسية والمهمة. وهي المواقف التي تتعلق بالشأن السياسي. بس سيدي الفاضل هل أتمت أو أتم على الأقل قدر من الإصلاحات التي أردتها في المركزية. أو في تداول السلطة أو على الأقل في المشاركة فيها. لأن الواضح أن الانتقادات للسلطة تزداد فيما تعلق بهذا الإطار. تقارير كمان حقوقية ودولية تتحدث عن الاضطهاد لكل من تعرض بالانتقاد. سواء لداء السلطة أو لحركة فتحة أو للمركزية أو للمجلس الفلسطيني أو ما إلى ذلك. في الحقيقة أنا أعتقد أن هناك مبالغات كثيرة في الرؤية السلبية. أو في النقد الموجه للسلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية. أنا أعتقد أن هذه المبالغات يشارك فيها الحقيقة بعض الجهات المعادية للشعب الفلسطيني. وللقيادة الفلسطينية. لكن بالرغم من هذا أنا أيضا أقر وأعترف أنه لم تجري الإصلاحات اللازمة والضرورية. بالسرعة اللازمة وبالقدر اللازمة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الاستمرار في النضاء. الفكرة أنه يا دكتور ناصر من يذهب إلى هذه الفرضيات يقرأ في الواقع المنظور على الأرض الفلسطينية كل يوم شواهد. مثلا ليس هناك دعم حضرتك مثلا تحدثت أكثر مرة وفي الواقع كل مسؤولين فلسطينيين خصوصا بعد خطوات ترامب عن أنه ينبغي دعم بين مزدوجين المقاومة الفلسطينية. على الرغم من ذلك الانقسام الفلسطيني مستمر ليس هناك من خطوات فاعلة لإرهاصات الانتفاضة الثالثة التي جرت أواخر العام قبل الفائت. الحديث عن أن الفلسطينيين تخلوا عن حل الدولتين وأنه أصله نهارت وأنه لم يبقى منها غير التنسيق الأمني. يشير بأصابع البنان إضافة إلى تقارير حقوقية كثيرة سأقرأ على حضرتك بعضا منها أن الفلسطيني يضطهد الفلسطيني. وليس فقط الإسرائيل يضطهد الفلسطيني من وجهة نظر عموم الشعب الفلسطيني. برضو مرة أخرى إذا طرحت العديد من النقاط. خليني أخذ نقطة أو نقطتين أساسيتين. أولا فيما يتعلق أن الجانب الفلسطيني تخلى عن حل الدولتين. هذا ليس صحيحا. يقال أن الكثير من الشباب الفلسطيني ضد حل الدولتين. هذا أيضا ليس صحيحا. لأنه يعتمد الأمر على كيفية السؤال المطروح. إذا فهم من السؤال أننا نتحدث عن العملية السياسية. عن عملية تفاوضية هذه التي استمرت كل هذه السنوات. ولم تقود إلى شيء. نعم معظم الشعب الفلسطيني ضد هذا الكلام. لكن إذا كنا نقصد الكيانية الفلسطينية. إذا كنا نقصد الوجود الوطني الفلسطيني ووجود دولة فلسطين الأغلبية. صاحقة للشعب الفلسطيني مع هذا بكل تأكيد. ونحن لذلك نتمسك بوجود دولة فلسطين على حدود 67. إن كان عبر التسوية التفاوضية كان بها. وإن لم يكن ذلك على الشعب الفلسطيني أن يستمر في النضال خارج التسوية التفاوضية. وقد تكون الخطوات الأمريكية والإسرائيلية تدفع بالأمور في هذا الاتجاه. وماذا تفعل السلطة الفلسطينية تجاه الشباب الفلسطينيين الذين يتخلون عن فكرة التفاوض مع إسرائيل. ويذهبون إلى العمل الراديكالي على الأرض. ماذا تفعل بحقهم السلطة؟. أليست هي التي خرج بحقها تقارير أخرها. كان تقرير Human Rights Watch. الذي تحدث عن اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا هوادة من جانب السلطة. ومن جانب حماس للمنتقدين والمعارضين والخارجين عن الصف. سواء الصف القانوني لسيادة السلطة الفلسطينية. أو صف حماس في تسيير الأمور وفقا لما يوصف بالمقاومة الإسلامية. يعني مرة أخرى أنا أعتقد أنه في كثير من هذه التقارير مبالغ فيها جدا. وأحيانا حتى غير صحيحة قصة حماس قصة أخرى. لأنه في اختلاف أيديولوجي. في اختلاف عقائدي. في اختلاف بنيوي بيننا وبينهم. أنا لا أريد أن أضع نفسي في موقع تبرير ما تقوم به. أو الدفاع عن ما تقوم به. مسألة موقف الشباب الفلسطيني الذي يتغير باتجاه مزيد من الراديكالية. ليس مسؤوليتنا نحن. هذه مسؤولية السياسات الإسرائيلية ومسؤولية السياسات الأمريكية في حقيقة الأمر. لكن نحن علينا أن نقوم بواجبنات إتجاههم من خلال مزيد من الشرح. مزيد من محاولة التعبئة. مزيد من الاستيعاب هؤلاء الشباب ضمن التيار الفلسطيني العام. وضمن الموقف الذي يمكن أن يحقق الإجماع الفلسطيني. لا نقول أننا نريد مفاوضات إلى الأبد. بالعكس أنا أعتقد أنه كلام معقول يتمتع. يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية الكبيرة من أفراد الشعب الفلسطيني. في الوقت الذي يجري فيه الحديث عنكم. فدرالية محتملة ربما بين الأراضي الفلسطينية والأردن. رفض وقبول من جانب المسؤولين الفلسطينيين. هناك سؤال يطرح نفسه عن الإصلاح الداخلي الذي حضرتك وضعته أولوية لمجابهة قضية الأراضي المحتلة. ألا وهو الانتخابات الفلسطينية. بصراحة أسأل حديثك سؤال يدور في خلد المعنيين بالشأن الفلسطيني حتى من العامة. هل سنرى على حيات أعيوننا انتخابات فلسطينية يجري فيها تداول السلطة. تسليم السلطة من رأس السلطة إلى شخص آخر. اختيار نائب. عملية ديمقراطية. مثال يضربه الفلسطينيون ربما كي توضع السلطة الفلسطينية على طاولة الفاعل. بدلا من رد الفعل كما يراها كثيرون. حتما سنشت ذلك. هذه حتمية تاريخية. والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الديمقراطية كأساس لحياته الداخلية. ولنمط العلاقات السائدة بين كل أفراد الشعب الفلسطيني. وبين الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية الحاكمة. فإذن لا شك في أنه سوف نرى ذلك. لكن خلينا أكون معك برضو صريح وواضح. أنا على المستوى الشخصي. ليس كثير مقتنع أنه في ظل المقسام الفلسطيني. يمكن أن يكون هناك انتخابات فلسطينية عامة. أنا أعتقد أن استعادة الوحدة الفلسطينية هي طريق الانتخابات وليس العكد. لكن لدينا الكثير من المهام والواجبات التي يمكن أن نقوم بها من أجل تعزيز الديمقراطية في بلدنا. قبل أن نتحدث عن الانتخابات العامة. في الانتخابات البلدية. في الانتخابات الاتحادات الشعبية. في انتخابات حتى في منظمات المجتمع المدني. في كل مكان علينا أن نرسخ العرف الديمقراطي والتقاليد الديمقراطية. والعلاقات الديمقراطية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني. بصراحة دكتور ناصر سؤال أخير. ما هو الخط الأحمر الذي عنده تبدأ تشك أنه تم بالفعل تفكيك القضية الفلسطينية. إذا لم يكن كل الظواهر التي عرضنا لمناقشاتها أنا وحضرتك الآن. لن يمكن لن يكون ممكنا تفكيك القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني موجود على أرضه. ومتمسك بهويته. ومتمسك بوجوده الوطني. ومتمسك بدولته. وهذا لا يمكن أن يفكك. يمكن أن يتعرض لضربات قوية. يمكن أن يتعرض لانتكاسات. يمكن أن نعود إلى الوراء. لكن بالنهاية طالما هذا الشعب موجود. وطالما ما زال متمسك بهذه الهوية وبهذه العقوق. سوف يتمكن هذا الشعب من إنجاز حقوقه. ومن إنجاز استقلاله الوطني في دولة فلسطين. على حدود 1967 وعاصمة القدس إن شاء الله. إذا لم يكن في سؤالي تجاوز بنعم أو بلا. حضرتك تتوقع أن تمرر صفقة القرن؟ لا يوجد سيء اسم صفقة القرن. ولن تمر. وعلينا مواجهة السياسات الأمريكية العامة. وسوف ينجح الشعب الفلسطيني بدعم من إخوة العرب. وبدعم من الكثير من الأصدقاء. في هزيمة هذه السياسة الأمريكية العامة. وهذه المواقف الإسرائيلي. شكرا جزيلا للدكتور ناصر القدوى. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وزير الخارجية الفلسطيني السابق. أشكر حضرتك. شكرا جزيلا. اشتركوا في القناة